شخنا، ما هو ذكر الكلام الحق؟ يتجد شخص يأتيك أتحداك أن تأتي بدليل أتحداك أن تعريب جملة هذا كما قيل أو لو طروا لازقا أتحداك أن تأتيك حديث في شرط سعود في الدراسة وما كل ما شخص يأتيك أتحداك بمعنى رأي الكلام صحيح لأنه في العالم معروفة عن نهاية هذه من المغالطات التي لا تنطلي إلا على العوام إلا على الأميين والجاهل العوام والأميين والجاهلين هم اللي تنطليقهم هم المغالطة ديان أتحداك ورفلان تحداك أي واحد إن كان هؤلاء يعلقا لا سيعلمون أن أي أحد يستطيع أن يتكلم خلف هاتفين ويتحدى من شاء بما شاء هذا أمر ممكن أنت أنت منباهر أن أتحداك الزاتف ودير بس مباشر ولا غير مباشر وسجل المقطع وقل جوج كلمات ولا ثلاثة كلمات وقال أتحداكم أن تأتوا به وأغلق لهاتف دياني أنت كنت تحدى الناس ولكن لم تبرز لمواجهتهم كنت تحداهم كيف أشغل يتحدوا كالناس وأنت لم تبرز لمواجهتهم هدرتي وسديتي الهاتف وقلستي في دارك ما عارفين كيف يتحدى كدير هالتحدي التحدي هو اللي يكون في حالة بات المواجهة واحد يقول الناس أتحداكم اتلقى معكم في المكان الفلاني واحد يتحدى هو خيف وبعيد على الناس أي تحدين هذا فإذا هذه غيمة المغالطات اللي كتنتقي على اللي كتنتلي على القطيع كما يعبرون غير من باب المقابلة على القطيع كما يعبرونهم على ضعاف العقول وضعاف القلوب وما اللي كتنطاني يضيهم هذه العبارة اللي أتحدى وإلا تانا أنا خرجت الآن وتانت تخرج أي واحد يخرج نقول لهذا الشخص أنا أتحدك فيما قلت أتحدك ثانيا هذا من جهة ثانيا من جهة أخرى هذا اللي قال أتحدك قد أجابه الناس عن تحديه تكشي اللي قال أنت أتوني أتوه بأدلة وقال لهم غيب دليل جاوبوه بأدلة نقلية وعقلية في محاضرات مطولة وفي تسجيلات مطولة بالساعات وجاوبوه بالأدلة تجاهل كل ذلك كأن الناس مدروا ولو وعاود خرج عن الناس اللي كيسمعوا لي غيهوة ما كيسمعوش الطرفة وعاود قل ليهم أتحدك وبقاو وراه تحدى وما واش الناس اللي جاوبوه كتسنوه ويقول لكم رأى الناس جاوبوني على التحدي أخاسكم شو بتقلبوا على التعدي إلى الناس جاوبوه جاوبوه واش كتسنوه انتما متابعين غيهوة إذن كتسنوه ويخرج لكم فحد النار ويقول لكم آه جزاكم الله وخير يا الناس سمحوا لي يا راني تحديت وجاوبوني الناس على التحدي الله يجزيهم بخير مع أنه ليس معروفا بذلك معروف بالانتصار لنفسه وأنه هو اللي كين في الدنيا فإذا إن كنتم منصفين سيروا وقلبوا على الجواب عن التحدي جاوبوا الناس على التحدي مع أن التحدي الحقيقي وليك يكون بالمواجهة بغي تتحدى أجي يقلس نصر معروفين العلماء والدعوة لا معروفين فين كينين تجي عنده الدقلي تقول لي مرحبا بك هو معه ولا بلا ما تدق عليه تفق معه على اللقاء في مكان ما هو أيضا يتحدىك فإذا ليس كل من قال أتحدىك هو على الحق لأنها كلمة سهلة على اللسان استطيعوا أن يدعيها كل أحد ولا تنطلي كما قلت إلا على القطع إلا على ضعاف القلوب الجهلة من الناس فالعبرة بما في ذلك الكلام من علم وتأصيل وحقيقة ثم احتهد اللقاء أتحدى جوب فأجاب الناس عنه فبحث عن جوابات ليس أجوبة لأنه جمع قلة عن جوابات الناس عنه ستجدها كثيرة مفصلة مدققة مفرعة ولكن هؤلاء لا يبحثون كي قلبوش كي اقتصروا لا سمع ذلك الشخص ولا سمع ما يريدون ويردون أحيانا بعض الأجوبات غير من خلال العنوان وكيقرغي العنوان فيعلق دون أن يستمع على المحاضرة كاملة والحقائق ولحتى إن استمع لا يستمع بقلب صادق وبسلامة صدر ذلك الصدر السالم الواسر فإذا الخلاصة أتحدى كذلك لا تدل على شيء لأن أهل الباطل يقدروا يقولها ضعيف حجة يقدروا يقولها هي كلمة مجرد دعوة خاصة نشوفوا موافقتها الواقع وش هي موافقة الواقع هكذا المنصف يقول دعا لما قال أتحدى دعا أنشوفوا مطابقة هذه كلمة الواقع وش بالصح كين ولا ما كينش وإلا أنا أقول له أتحدك سهل الأمر لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد